السلام عليكم ان شاء الله هناخد النهاردة كان جديد اسم الهولو سوريا او بنعلا سيكو كومبر او خيار البحر بيتبع فايلة ميكاينو درماتا او ايه شعبة شوكيات الجلد او الجلد الشوكيات كلاس هولو سوريدي او طائفة الخيارية اجزام بالعندي لواء السيكو كومبر او الهولو سوريا اول حاجة زي ما انتم شايفين كده شباب الجسم بتاع عبارة عن ايه عبارة بيبقى طويل كده بيبقى جسمه مفلطح او طولي وما من دود يعني بيكون ويكون صوفت صوفت يعني مفيش عليه اي او اي او اي او اي بكزيلاري مفيش عليه اشواك خالص يعني فالجسم بتاعه بيكون ايه بيكون صوفت طيب هو خيار البحر ده بيوجد فين قالك بيوجد بالكرب من الشواطئ يعني البحرية بيبقى اتميز انه لونه بيكون بلاك لونه اسود طوله بيتراوح ما بين قدم ممكن يصل لقدم يعني الطول بتاعه ولما بيكون في حالة ايه لما بيكون منبسط بصورة تامة قالك الكائن ده بيتميز انه بيتحرك حركة بطيقة جدا على فيقاع البحار لأي تجيت ايه لاني تجيت انه بيعمل اللي توفيت اللي موجودة على طول الجسم دي بتعمل بتعمل انقباط وانبساط فهيدو ساعد ان الجسم بيقوم بيعمل حركة ايه حركة او حركة بطيقة في ايه فيقاع البحار ايه اللي موجود طيب انا عندي برضو ايه فتحة في الانتيريور بارت او بول عليها الورال سيرفاس شوية في سطح الفم يبول عليها فتحة الفم او فتحة الماوس ولقي فتحة في النهاية البستورير او في النهاية الخلفية بتاعته هي بتمثلي فتحة الكلواقة الابنينج او بلعلها المجمع ايه المجمع التناسلي دي في النهاية اليمن التاني وليأ ان الجسم بتاعه بيزود في كلا الجانبين العديد من الريتراكتايل او العديد من الاقدام الانبوبية المرتدة ودي وظيفيته ايه قالك وظيفيته والله ازاي ما قلنا اللوكومايس ريما انا قلت بيعمل كونتراكشن وبيعمل ريلاكسيشن فبساعد في عملية ايه اللوكوموشن او عملية الحرك طيب قالك في حالة لو هو الجسم دوت لما بيتقلص مثلا هو بتعمل اللوكوموشن فتتعمل اكسيبانشنا فلما تتقلص الوكوموشن اللي موجودة عالجناب دي هتبقى وظيفتها ايه؟ قالك في الحالة دي تتبقى عملة زي حلامات مخروطية وبسيطة موجودة على السطر في الحالة دي مش هتبقى وظيفتها الحركة بصورة كبيرة هتبقى ساكنة او ثابتة طيب تيء الايه يا شباب اللي تيوف فيه؟ قالك الجسم بتاعه لو انتم شايفين مولنا عليه صوفتي بما مافيش فيه اي سباينيس بتمتد منه مفيش طبعا فيه اي سبكيولز او اي اوسيكليوس الجسم بتاعها الرخ وخالص كله بس مغطى بالعديد من ايه؟ من العديد من اللي تيوف فيه والجسم بتاعه برضو ماسكولر يا شباب عضلة كده تحس انه عامل شبه ايه؟ شبه سنايات كده والسنايات دي كده كلها بيخرج منها ايه؟ اللي تيوف فيت يا شباب عليها ايه العديد من اللي تيوف فيت اللي احنا قلنا بتعمل وظيفة ايه؟ بتعمل وظيفة حركية طيب انا عايز ايخد في اليمة الكمية او في الطرف الفمي دوت في القرى الاندي قلنا فيه فتحة ايه شايفة فتحة الماوس قالك الماوس اوبنج محاطة بسيركولر ايه بسيركولر لبس بشفاة كده ايه دائري وحواليها الشفاة دي حواليها الطبقة رقيقة كده بقول عليها البريستوم او حواقة الفم دي طبقة رقيقة طب حواليه ايه تاني قالك بيمتد منه العديد من التنتيكالز او عديد من التيوب فيت بقول عليها باكال تنتيكالز او ايه او اللوامس الفمي طب هي الباكال تنتيكالز جات عبارة عن كاتبارد وعبارة عن التيوب فيت بس حصلها موديفيكيشن بقت متكونها من صاق كده وحخرج منها ايه اجزاء متفرع او فروع صغير طب وظيفة ايه الباكال تيوب فيت دي تقالك وظيفتها اول حاجة خالص تاكتاي يعني وظيفة لمسية تاني حاجة فوت كوليكشن بتجمع الغذاء بتجمع الغذاء عشان ايه عشان هي بتبعد كده تدخلها الداخل فتحة ايه فتحة الفم وتقوم بعملية ده ايه الحصول على الغذاء او تبدأت ايه تتغزى على المواد الغذائية اللي جمعت يبقى الباكال تيوب فيت او الاورال تيوب فيت دي كانت في الاساس عبارة عن ايه شباب عبارة عن تيوب فيت عادية وتحورت وكونات لحاجة اسمها الاورال تنتيكال او الباكال تنتيكالز ودي وظيفة وقلنا تاكتايل وفوت ايه وفوت كوليكشنز يبقى ده يا شباب شكل ايه شكل الهولوسيريا اللي مفروض نعرف يتمنى تكون ان شاء الله فهمتوا ما فيش في حاجة صعب